اشتركوا في القناة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد لازلنا مع هذه السيرة العطرة الزكية الزاكية لهذه الأم الفاضلة لأم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضها وقد رأينا كيف أنها عانت وعانى معها زوجها كما عانى كذلك سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الذين هاجروا إلى أرض الحبشة وكيف أن قريشا ما كان لها أن تترك هؤلاء يسيحون في الأرض يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بل طالبت فيه أثرهم وأرسلت رجلين جلدين وهما عمر بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيع وكيف كان رد النجاشي وكيف أنه لما تلي عليه كلام الله تبارك وتعالى بكى حتى أخضل لحيته عاد أبو سلمة رضي الله عنه وزوجه أم سلمة إلى أرض مكة مرة أخرى عادوا بعدما استطاعوا أن يعمدوا ربهم سبحانه وتعالى في أرض الحبشة لكنهم كانت أفئدتهم تطير إلى هذه الأرض المباركة فما كان منهم حتى صاروا إلى أرض مكة أم القرى فلما فاءوا رجعوا كان أدبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له في الهجرة إلى أرض المدينة فأعد العدة للهجرة هو وزوجه أم سلمة كان أبو سلمة رضي الله عنه رجلا شديدا فارسا مغوارا فأبى أن يهاجر سرا بل أراد أن يهاجر مستعلما بهذه الهجرة فلما بصر به بن مخزوم قومه يعني جعلوا يستهزئون منه وينالون منه بل ويمنعونه من هذه الهجرة فما كان من أبي سلمة إلا أن رحل على بعيره ومعه زوجه أم سلمة وحملها على بعير آخر وحمل معه ابنه ثم يخرج يقود بزوجه وولده فلما رأته بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم الليل القبيلة بتاعته يعني قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليه أرأيتك صاحبتك هذه علامة نتركك تسير بها في البلدان طب خلاص أنت عايز تسلم ماشي عايز تهاجر روح أنت لكن بنتنا لا لا مش هتسافر ببنتنا إحنا يعني مش هنبهد البنتنا معك في البلدان ونحو ذلك يعني ممكن بعض الأهالي الآن يعمل كده مثلا يكون واحد عايز سافر ولا حاجة يقولك لا سافر إنت مع نسك لأ إحنا بنتنا لا ما تسافرش معاك وطبعا المفروض المرأة تكون رفيقة للزوج في أي مكان حل ونزل فنزعوا خطام البعير ثم أخذوني تقول ذلك أم سلمة نزعوا الخطام البعير وأخذوها وأنزلوها وأبوا أن يسافر معاك وتجاذب ابني سلمة بينهم حتى خالعوا يده بعد يشدوا في الولد هم يشدوا هم يشدوا الغطم من الولد دراعه يتخلع قالت وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة تخيل بقى أنظر إلى هذا التشتت بقى زوجها في مكان زوجها سافر إلى المدينة وابنها راح عند بني عبد الأسد وهي في بني مخزوم انظر شوف التشتت بعدما كانوا أسرة واحدة ونسيجا واحدا فرق بينهم هؤلاء البشركون وهكذا كان شأن المسلمين لهذا العنت وإلى هذا النصب الذي لاقوه في سبيل هذا الدين فكانت أم سلمة رضي الله عنه تخرج في كل يوم تبكي من الصباح حتى غروب الشمس على بنيها وعلى فراق زوجها حتى جعل بعض الناس يرحمونها فقالوا الحقي بزوجك إن شئت عايدة روحي بقى روحي ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني شوف وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا بنو سلمة خلاص سبوها وبنو مخزوم سبوها وبنو عبد الأسد إدوها الولد وذهبت هي إلى المدينة لكن طبعا هذه مفاوز وتنقطع فيها أعناق المطي تسافر من مكة للمدينة كلنا لوحدها بابنها الرضيعدة هذا طبعا الأمر صعب في هذه الأحداث أرادت أم سلمة أيضا أن تهاجر فما كان منها إلا أن بدأت في هذا المسير ثم بينما هي كذلك إذ لقيها رجل من ذوي المرؤات رجل من بني عبد الدار وهو عثمان بن صلحة العبدري فلما لقيها في التنعيم قال قال أين تريدي أين تريدين قالت أريد زوجي قال أو معك أحد قالت لا والله إلا الله وبني هذا فقال والله ما لك من متروك والله أنا استحيل سيبك في هذه الصحراء وهذه الطرق الوعرة فما كان منه إلا أن أخذ بخطامها وجعل يقود بها وكان إذا نزل بأم سلمة ثم يذهب هو إلى شجرة بعيدة يمكث عندها حتى تقضي حوائجها وحتى تنام ثم يأخذها ويسير بها حتى أوصلها إلى المدينة وهذه هي الشهامة المعروفة عند العرب كانت هذه الشهامة معروفة عند العرب حتى قبل الإسلام حتى أن ترى كان يقول وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها هذه مرؤاتي أخوانا المرؤات ليس لها علاقة بالدين ممكن إنسان يكون عنده مرؤة لكنه على غير الدين على غير الإسلام فالمرؤات هذه شيء يفطر عليه الإنسان حتى قالت أم سلمة ما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة وكانت أم سلمة أول ضعينة تدخل المدينة مهاجرة نزلت طبعا أم سلمة رضي الله عنها وبحثت عن زوجها حتى لقيته ولما كانت غزات بدر خرج زوجها أبو سلمة ليكون في البدريين الذين من الله عز وجل عليهم جنته فكان عليه السلم يقول لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدل فقال أعمالوا ما شيتم فقد غفرت لكم كان أبو سلمة رضي الله عنه يقاتل قتال البواسل الشجعان فجاءه سهم من أحد الرمات وهو أبو سامة الجشمي هذا السهم كان في عضضه في كتفيا وظل أبو سلمة رضي الله عنه يداوى شهرا من هذه الجراح التي يعالجها وكانت تقوم على رعايته زوجه المصون السيدة أم سلمة رضي الله عنها ثم لم يمكث طويلا أبو سلمة رضي الله عنه انقضى شهران كذلك بعد غزات أحد وأصيب أبو سلمة رضي الله عنه هذا الجرح جعل ينزف نزيفا شديدا وقد أصيب كما قلت إصابة بالغة في يوم أحد فجعلت تضمضه كذلك أبو سلمة حتى التأم هذا الجرح لكنه كان التأما على سطح الجرح كان الجرح كان غائرا وظفر المسلمون بنصر مؤذر وكان أبو سلمة رضي الله عنه ممن استشهد على إثر هذه الجرح الشديدة فكانت أم سلمة رضي الله عنها قد حزنت على فراق زوجها حزنا أسيفا شديدا فجيء به مسجا زوجها أبو سلمة مسجا فجاء النبي سلمة ليعوده وكان في آخر رمق أبو سلمة كان في آخر رمق فألفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحال وعلم أنها حال لا يقام منها أنه سيموت يعني فلم يمكث إلا قليلا حتى مات فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم يد عين أبي سلمة بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى الصلاة عليه كان آخر ما أوص به أبو سلمة زوجه أبو سلمة أن تتزوج بعده لأنها قالت له علمت أن المرأة تكون في الجنة لآخر رجل تكون عنده فقال لها أبو سلمة أواتت تطيعينني تطوعين يعني فيما أقول أو فيما أحب قالت نعم قال إذا ميت تزوجي ثم رفع يديه أبو سلمة فقال اللهم مرزق أم سلمة بعد رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها فكان هذا الدعاء لعله كان دعاء مستجابا فقد أبدلها الله عز وجل برجل هو خير البشر على الإطلاق أبدلها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما جاءها خاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إني امرأة غيرا وإن لي أطفالا أرعاه قال أما غيرتك فسأدعو الله عز وجل له وأما أولادك فهم أولادي فكانت أم سلمة رضي الله عنه بعد هذا قد دخلت إلى هذه الرحاب الطاهرة رحاب أم المؤمنين رضي الله عنهن جميعا بعد وفاة أبي سلمة كان قد تقدم لها أبو بكر فرفضت ثم عمر فرفضت ثم أبدلها الله عز وجل بهذا الجناب الشريف عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هؤلاء الذين طهرهم الله عز وجل ورضيهم لزوجه عليه الصلاة والسلام فكانت أم سلمة وقد شغلت أم سلمة بيت زينب أم مساكين وأخذت تسعى لمرضات الله عز وجل ومرضات رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكانت أم سلمة كما قلت بعد ذلك من أمهات المؤمنين الذين نزل الوحي في بيتها أنزل الله تبارك وتعالى قوله تعالى على رسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال قد جرى أمر جليل لأم سلمة رضي الله عنها وهي هذه البشارة الربانية كانت هناك بشارة ربانية وذلك أن النبي عليه السلام في غزاته قريضة أبى أن ينزل اليهود على حكمه بل قالوا له أرسل إلينا رجلا يكون من عندك فابتعث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل أبو لبابة ابن عبد المنذر فأرسلهم إلى بني قريضة ذو اليهود وكان أبو لبابة حليفا لهم في الجاهدي فلما ذهب أبو لبابة إليهم قالوا ما ترى يا أبا لبابة إيه رأيك يا نعمل إيه فجعل النساء والصبيان يجهشون بالبكاء حتى استرقوا قلب أبي لبابة رضي الله عنه في هذه اللحظة قالوا له ما تقول يا أبا لبابة فأشار إلى حلقه هكذا يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام سيقتل المقاتلة سيقتل الرجال قال أبو سلم فوالله لم تبرح قدماي من مكانها حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله رجع أبو لبابة رضي الله عنه إلى المسجد ولم يرجع إلى البيت رجع إلى المسجد وذأ بسلسلة عظيمة ثم سلسل نفسه وكان منع عن نفسه طعام وشرب فكانت زوجته وابنته يأتونه عند كل صلاة يفكونه حتى يصلي ويطعمونه شيئا تستقيم به حياته لأنه علم أنه قد خان الله ورسوله بالإشارة فقط لأنه طبعا دي أسرار عسكرية ثم ظل أبو لبابة رضي الله عنه على هذه الحال عدة أيام حتى أنزل الله عز وجل التوبة عليه وكانت هذه التوبة كانت في ليلة أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يبيت عندها نزلت هذه التوبة والبراءة لأبي لبابة رضي الله عنه في بيت أم سلمة وفي ليلتها أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلمة قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم نزلت هذه الآية فجعلت أم سلمة قالت يا رسول الله ألا أبشره قال وكان هذا في السحر فجعل النبي سلم يضحك فقال لما نزلت هذه الآية على النبي سلم ضحك صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ما يضحكك يا رسول الله قال تيب على أبي سلمة فقالت ألا أبشره قال إن شئتي فكانت هذه من مناقب السيدة أم سلمة رضي الله عنه أن الوحية نزل في بيتها وفي لحافها وفي ليلتها رضي الله عنها وأرضاه وكان هذا كما قلت كان موقفا مشهودا منها رضي الله عنها وإن شاء الله عز وجل نستكمل في الحلقة القادمة أقول القولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله